نحن هنا بعدما كانت ياليتسا أباريسيو قبل فترة وجيزة لا تزال مدرسة في مدينة جبلية في أحدى أفقر ولاية المكسيك باتت هذه الشابة البالغة 25 عاما تتنافس لنيل جائزة أسكار أفضل ممثلة عن دورها في فيلم روما ترعرعت أباريسيو المتحدرة من السكان الأصليين في مدينة تلخياكو التي تضم حوالي أربعين ألف نسمة وتقع في ولاية وهاكا الجنوبية إحدى أفقر المناطق في البلد وفي نيسان أبريل عام 2016 أطلق نداء في تلخياكو ومناطق أخرى في المكسيك بحثا عن ممثلين لتأدية أدوار شخصيات روما فخطرت على بالي ميجيلانخ المارتينيز المسؤول عن المعهد الثقافي في المدينة إيديث أباريسيو شقيقت ياليتسا البكر وهو اتصل بها لتشارك في جلسات اختبار الأداء كانت ياليتسا جالسة بينما دخلت أدوار لاختبار الأداء وعندما انتهت سألتني السيدة المسؤولة هل ترغب الفتاة الأخرى في اختبار أدائها دعينا ندعوها لكن ياليتسا قالت كلا أستاذ ميجيل أنا لم أحضر للمشاركة بل لمرافقة أدية ووقع عليها الخيار في نهاية المطاف لتمثل في فيلم روما للمكسيكي ألفونسو كوارون الذي لم تكن قد سمعت عنه من قبل بحسب مارتينيز وهي أول امرأة من السكان الأصليين تنافس على أسكار أفضل ممثلة غير أن هذه الشهرة المستجدة أثارت تعليقات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في أوساط الممثلين